في هذا الفيديو سنقوم بمحاكاة لعملية بناء جمل في حالة الماضي سأقوم بإعطائكم بعض الجمل باللغة العربية ويطلب منكم أن تقوموا بترجمتها للغة الألمانية وبداية يجب أن نعلم بأن هذا الفيديو هو بوابة لمستوى الآتسفاي في اللغة الألمانية وكما نعلم بأن طرح الجمل بهذه الطريقة يساعد على تعزيز ترابط شبكات العصبية وزيادة فهم وإدراكنا للغة الألمانية ودعونا نبدأ بدون أي مقدمات هي قامت بفتح الكتاب الكبير أو هي فتحت الكتاب الكبير كيف يمكننا قول ذلك باللغة الألمانية؟ سأقوم بأن تشاربك من نقوم mind كيف تشاربك من نق organizations طرح جديد سي هات دس جروس بوخ جوفنت سي هات دس جروس بوخ جوفنت يا حسنتم سي هات دس جروس بوخ جوفنت سي هات دس جروس بوخ جوفنت كلتا الحالتين صحيحة هي قامت بحل أو عمل دروسها أو واجباتها المنزلية كيف يمكننا قول ذلك بلغة الألمانية؟ سي هات دس جروس بوخ جوفنت سي هات هرة هسوفغابن غمات سي هات دس جروس بوخ جوفنت سي هات دس جروس بوخ جوفنت لكن أفضل بأن تقوم باستخدام حالة الجمع لأنها المتعارف عليها أو المستخدام بشكل أكثر. هو رأى سيارة سريعة أو رأى سيارة سريعة من هو الذي رأى هو إذن تعود لضمير هو يعني هر حلوي خاطب أهجرة سريعة أهجرة سريعة أهجرة سريعة أهجرة دفعط regulation هم التخدمات بحسب Если أن تعود بج PEANE جميع أعطوم وأعطوم بتعرضي Er hat ein schnelles Auto gesehen. نحن نقرأ صحيفة مثيرة للاهتمام. أو نقرأ صحيفة مثيرة للاهتمام. كيف يمكنك قول ذلك بلغة الألمانية؟ نحن نقرأ صحيفة مثيرة للاهتمام. سألت أستاذي. كيف يمكننا قول ذلك بلغة الألمانية؟ سألت أستاذي. سألت أستاذي. سألت أستاذي. ألت أستاذي. سألت أستاذي جالسي. سألت أستاذي. سألت أستاذي. إيش هاب دي فراجة نيشت فرشتنن لقد صدقت كلاوس كيف يمكنك تحويل هذه الجملة للغة الألمانية؟ إذا أن تصدق تعني غلاوب من اللغة الألمانية وعلينا أن نقول إيا هابت كلاوس جيغلاوبت إيا هات كلاوس جيغلاوبت أكلت الأرزة والخضروات با جهدان أكبر بالمحاولة Ich habe Reis und Gemüse gegessen Ich habe Reis und Gemüse gegessen بقينة هنا أخذوا Wir sind hier gebleiben Wir sind hier gebleiben كنت أعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء Ich habe von 8 bis 5 gearbeitet أو يمكنك القول Ich habe von 8 bis 17 gearbeitet Ich habe von 8 bis 17 gearbeitet والسبب هنا يعود إلى أن ساعات المساء في لغة الألمانية أو في معظم دول الاتحاد الأوروبي تكمل إلى بعد الساعة الثانية عشر أي الساعة الواحدة مساء هي الثالث عشر وبعد ذلك رابع عشر خامس عشر وإلى آخر هو تعلم اللغة الفرنسية هو تعلم أي قام بتعلم اللغة الفرنسية كيف يمكننا خول ذلك في لغة الألمانية إيه حد فرنسوزش جلعت وهكذا قد نكون أنهينا الجمل لهذا الفيديو إذا استفدتم لا تنسوا أن تقوموا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك ومشاركته بالطبع لأي شخص مهتم في إكمال سلسلة المستوى الثاني في تعلم لغة الألمانية كان معكم أحمد نراكم في الفيديوهات القادمة بازدان